مشاهدين من الدوحة ينضم إلينا موفدة العربية ليث بزاري أهلا بك ليث وهل انطلقت مسيرة فخرنا الأخضر وكيف تبدو أجواب الاستعدادات حتى اللحظة نعم انطلقت المسيرة الخضراء قبل أقل من عشر دقائق من الآن الساعة الواحدة بالتوقيت توقيت الرياض وتوقيت الدوحة وكما نشاهد الأخضر في كل مكان وهناك حمار وهناك جمهور كبير يستعد هذه المباراة التي ستقام هنا في هذا الساد المدينة الإعلامية أو ديوكيشن سيتي هنا في الدوحة والتي ستنطلق بين بولندا والسعودية طبعا وهناك حماس كبير الكثير إذا أخذنا الكاميرا سيوم بيبخوند الكاميرا لوت كوتتي وممكن نشوف كيف هو الحماس وكيف هو الجمهور والجمهور دائما هنا مستعد يعني ما توقعت أحمد أن يوصلوا إلى منطقة الساد قبل ثلاث ساعات من قيام المباراة ولكنهم ما زال متحمسين شكرا هذا العالم السعودي وهم دائما متحمسون خلينا نسأل إذا كان معنا مجال أحمد الشخ جميل من أي منطقة أنت جاي أنا من الرياض إيش إيش متى وصلت على اليوم اليوم يعني طلعت صباحا عن طريق معبر سلوى ولا عن طريق الطابرة سلوى عن طريق معبر سلوى الكثير على فكرة أحمد وصلوا إلى هذه المنطقة إلى هذا الساد تحديدا من معبر سلوى هناك حشود على هذا المعبر التي تستمر الوفود أو المشجعين السعوديون يصلون إلى هذه المنطقة وشاهدنا يعني الحماس والفرح في وجوههم انظروا إلى هذا الشاب شو اسمك؟ حسن من جدة حسن من جدة أنت كيف وصلت؟ أنا جيت والله عن طريق الطيران متى؟ صباح المباراة الأرجنتين نعم صباح كان فالخير طبعا واليوم إن شاء الله بذل الله اليوم إن شاء الله تأتي إذا سألنا شخص آخر شو توقعاتكم؟ دائما الأخب كلمة سيد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان استمتعوا ما عندنا خسارة نحن دائما قدام واليوم نحن بملحمة عربية إسلامية قوية بعيد عن كل أنواع كرة القدم اليوم نعيش أسرة واحدة بعد فوز السعودية اكتشفنا أن العرب والمسلمين قلب واحد وإن شاء الله قدام وقدام ولكن شكرا أحمد عفوا نشاهد كذلك أن الفوز الكثير منهم تحدث عن فوز عربي في أرض عربية وهذا مهم جدا وهناك الحماس الكبير من الشباب الذين أتوا من جميع مناطق المملكة من جميع الطرق يعني ليس فقط عن طريق مطار حمد ولكن عن طريق معبر سلوة وهناك مناطق أخرى من المنطقة الشرقية شاهدنا أشخاص قبل قليل يعني إذا برضو بعرفش إذا قدام معنا وقت أحمد ولكن نعم تفضل لي في ذلك الزمن من الأحساء ومن مدينة المراحة تحديدة وصلت أول أمس نعم وكيف شايف الأجواء الأجواء رائعة صراحة والتنظيم رائع وكل شيء في البطولة رائع صراحة توقعاتي واحد صفر السعودية وبإذن الله فرحتاه اليوم هذه التوقعات هنا ومازال يعني من جميع الأعمار إذا شوفنا هذا الطفل جوليان جسيك سيء فاسي ماذا اسمك عمو عمر عمر من وين جاي أنت من الخبار متى وصلت من الخبار اليوم الصباح يعني صحي تبكيني بشان تكون موجود في المباراة صح شو توقعاتك اليوم اثنان واحد دار السعودية وبقلد معلق قلد معلق بقلد فادع تابي هذي كباب جاء بيلاد ياصر الشفادي ياصر الشفادي إلى صالح الداصر صالح الداصر يا عبضي يا صالح صالح الشري وعبضي يا باص والله يا صالح بم يعني هذه الأجواء عندنا وطبعا بعد ما احنا وصلنا قبل ساعات كمان مرة أحمد على الدوحة ولكن كما نشاهد يعني الحماس الفرح بعيون المشجعين وكلهم يريدون طبعا يتكلمون عن السعودية ويتكلمون عن المنتخب الأخضر وهذا الشاب طبعا ايش مكتوب علىك اللي هنا الصقر هذا واليوم عندنا صقور في الملعب عندنا ملعب في الملعب في صقور طبعا نشكر سمو سمو ولي العهد محمد بن سلمان على تخفيف الحمل والكلمة اللي أثرت في اللعيبة كلمة يعني كلمتين بسيطة خفقت عليهم شيء كبير نعم نعم وأحمد إذا شاهدنا بطل كاس موجود ساودية ولي باين يا يو أهلا وسهلا بإذن الواحد الأحد متأهلين إن شاء الله بإذن الواحد الأحد اليوم مباراة التأهل بإذن الواحد الأحد اليوم مباراة التأهل تأهل دور ثاني قص العالم بإذن الواحد الأحد وحفا إذا أخذنا الكاميرا مع جنيا بعرف أنه مش سهل ولكن إذا أخذنا مناطق تانية معا الهتافات لم تتوقف يعني شاهدنا وفود يعني كثيرة وما زالت الحافلات تصل إذا شاهدنا في عمق الصورة لبيوس ممكن نشوف أن الحافلات تصل إلى هذه المنطقة وهم في طريقهم إلى استاد تخيل لما أتوقع أحمد بصراحة أن يصل يصل تصل هذه الحشود بهذه الكميات أو هذا العدد من الأشخاص نعم لي مبكرا نتابع معكم لذلك الحماس لي هو أن أتمنى طبعا التوفيق للمنتخب السعودي وأن تكون الفرحة دائما سعودية وعربية سنكتفي بهذا القدر شكرا لك من الدوحة كنت معنا موفدة العربية لأيث بزاري تحياتي لأيث ولجميع مرافقيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك